اشتركوا في القناة تبغي الوثوب على فاشئ السلطان تكسرت موجات عنف الجنجويد عند تخوم عاصمة الاقليم العصية ودحرتها بطولات ومصابرة جند القوات المسلحة والقوة المشتركة وجحافل المستنفرين ومقاومة شعب المدينة المتمسك بها حد التضحية لم يدر في خلد المتمردين ان تصمد المدينة طويلا ظن السيطرة عليها ستكون نزهة وانها ستسقط رتبا جنيا في ايديهم واذا بهم يصدمون بقوة شكيمتها وشدة مراسها واستعصائها عليهم فقد العشرات من قادتهم غير البررة والالاف من جندهم المغلوبين ولم ينالوا من عزيمتها الماضية وكرامتها الرفيعة حق لهم ان يموتوا حولها كما الفراش متساقطا على النيران انها عاصمة الاقليم ودرة تاجه استسها السلطان عبد الرحمن الرشيد من السلطان تيراب قبل مئتين وثلاثين عاما على رهد تندلت الشهير واستعارت اسمها من مجلس السلطان وهو يباشر حكمه ويلتقي شعبه الى ذلك لها موقعها الاستراتيجي الفريد فهي ولاية لها حدود دولية ومحلية تتاخم دولتين وتجاور سبع ولايات سودانية في مساحة تزيد عن مساحة شقيقاتها ولاية درفورة الاخرى مجتمعة عاشت وتعيش السلام الاجتماعي بين مكوناتها القبلية كافضل ما يكون مع حركتها التجارية النشطة فهل يسلمها اهلها غنيمة سائغة لمن يجهل قيمتها ويريد ان يعيث فيها فسادا كما فعل بالخرطوم والجزيرة ومدائن كردفان الكبرى وسنار يا شرفة التاريخ يا راية منسوجة من شموخ النساء وكبرياء الرجال ها هي الفاشر تعيد قصص الصمود وتنقش اسمها في لوح الشرف الوطني على رأس الولايات السودانية وقوفا في وجه الباغ الشقي خطت على الارض سطور النضام وداست على جلادها في عزة وجلان لقد افلحت الفاشر في ابطال مخطط من يريدون سقوطها والسيطرة عليها حتى يتسنى لهم كتابة المشهد وجغرافيا السودان على غرار انموذج اقليمي فاشل تتقاسم الارض فيه دولتان في الشرق واحدة ولهم دولة وهيهات هيهات اهلا بكم اهلا بكم مشاهدين في كل مكان هذه حلقة جديدة من دائرة الحدث تحت هذا العنوان الفاشر استعصاء على عنف الماليشيا والمؤامرات الدولية حلقة نحاول من خلالها الاجابة على كثير من الاسئلة التي راجت والهجوم المكثف الذي امتدرته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ورحب في بداية هذه الحلقة بضيوفي داخل الاستوديو ورحب على يميني بالامين السياسي لحركة العدل والمساوى الاستاذ معتصمح مصالح اهلا بكم اهلا سهلا واهلا بالضيف الكرام والاخر الاستاذ طاهر ساتي يمتد الترحابي ايضا الى الكاتب الصحفي والمحرل السياسي الاستاذ الطاهر ساتي اهلا بكم شكرا لك اخي أسين لك التحية ولضيفك الكريم معتصم وللمشاهد الكريم ولكل المتابعين داخل وخارج السودان ونعمل ان نقدم ما يفيد بلدنا ان شاء الله ان شاء الله دعني ابدأ معك استاذ معتصم هذه الحلقة كما بدأت بك الترحيب القوات المشتركة ليست موجودة في الفاشر لواحدها هي منتشرة على امتداد ولايات دارفور الكبرى بتساءل كثير من الناس لماذا هذا الاستبسال المنقطع النظير صراحة والامثال التي ضربتموها في الفاشر التي استطعتم من خلالها ان تدافعوا رغم الهجمات المتكررة عن هذه المدينة حتى هذه اللحظة من الصمود لماذا لم تقاتلوا بنفس هذه الروح في كل الولايات اولا اشكرك الاستضافة واشكر المتابعين العزاء حقيقة القوات المشتركة لا تقاتل فقط في دارفور تقاتل في انحاء متفرقة من سودان تقاتل في الجبهة الشمالية تقاتل في الجبهة الشرقية وتقاتل في امدرمان ونالك قوات حاليا في امدرمان ساهمت وشاركت في تحرير الاذاء والتلفزيون والان تقاتل في تحرير الجزيرة وموجودة في الشرق وموجودة في الولايات الشمالية وفي غيرها يعني وموجودة في كردفان فهي منتشرة في كل السودان حقيقة القوات المشتركة تقاتل وطنية منها لأنه الاعتداء الغاشم الذي تعرض لها البلاد اعتداء يعني يمس الوطن ولذلك أعلى يعني أخذ القوات المشتركة وأخذ القوات المشتركة وكل الشعب السودان على فكرة للدفاع والذوت عن السودان وعن حياض الوطن بشكل عام الفاشر تتمثل رمزية خاصة بالنسبة للقوات المشتركة وبالنسبة لكل أهل دارفور فهي العاصمة التاريخية بالنسبة للدارفور العاصمة السياسية وعاصمة آخر السلطنة في أحد سلطان عيدنار كانت الفاشر هي آسمة سلطنة دارفور ولذلك الفاشر يعني يمثل أو تمثل شيء مهم جدا بالنسبة للويدان الدارفوري والفاشر يعني أهميتها مثل أهمية القرطن بالنسبة للشعب السوداني فالفاشر يعني داربة الجزور في التاريخ والفاشر كانت مركزاً تجارياً ضخماً تربية دارفور ومصر وليبيا وتشاطئ ولذلك القوات المشتركة أيضاً تنزل الفاشر نظرة مختلفة كل المدنة التانية لكون الفاشر هي مقر القوات المشتركة على فكرة كل القوات المشتركة ممثلة فيه قوات حركة جيش تحرير السودان وقوات حركة عدل المساوية السودانية وقوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي قوات تجمل قوات تحرير السودان والتحالف السوداني وقوات مصطفى تنبور وغيرها كل هذه القوات تمثل الفاشر مركز أساسي لها أيضا الفاشر بالنسبة للقوات المشاركة هي المركز مركز اللجنة العسكرية العليا لوقف اطلاق النار ولذلك إسقاط الفاشر بالنسبة لمليشيا الجنجويد يعني الكثير بالنسبة لها ويعني أن المليشيا من خلال سقوط الفاشر ستسعى إلى تأسيس حقومة ودولة خاصة بها وتحقق آمال أخرى ولذلك الجميع يقاتل وفي الفاشر لا تقاتل المشاركة على فكرة لوحدها وإنما يقاتل كل أهل الفاشر نساء ورجالا يعني الآن يتقدم الصفوف شبابا للمقاومة من النساء ومن الرجال الآن لو تنظرون إلى الفيديوهات وإلى الصورة التي تأتي من الفاشر هناك استنفار كبير هناك استنفار بالنسبة لنا الفاشر يعني هي تحدي تحدي حقيقي بين سكان الفاشر وبين المليشيا الجنجويد من مليشيا الدعم السري جميع أعود إليك أستاذ طاهر بدأت بك الترحيب لكن أريد أن أسأل عن حادثة وقعت قبل فترة ليست ببعيدة يعني حينما استنجد والي غرب دارفور الذي قتل على يد الدعم السريخ خميس أب بكر بحاكم دارفور ولم يتم إنقاذ هذه الحادثة ظلت عالكة بالأذهان وربما يعني الآن الأدوار التي قامت بها القوة المشتركة هي ما جعلت الناس يتسألون مثل هذه الأسئلة نعم أولاً لما نجي نتكلم عن القوات المشتركة من الخطأ عن نعزلها أو نبعيدها من القوات المسلحة نعم نحن ما بننسى إن القوات المشتركة دي واحدة من التزامات اتفاقية السلام اه واتفاقية هي اتفاقية دستورية منصوص عليها في الدستور وفي آآ متى ما اتتملت الترتيبات العمنية ستصبح آآ جزء من القوات المسلحة يعني بنصى الاتفاق وبنصى الدستور آآ قوات المشتركة هي قوة آآ يعني الآن نظامية تنتظر تنفيذ الترتيبات شبه نظامية بين أو بين لأنها تكون نظامية كاملة تابعة الغوات المسلحة تنفيذ التنفيذ هذا النص المتعلق بالترتيبات العسكرية الغوات المشتركة آآ لما التزمت هو الحقيقة ليس الغوات المشتركة آآ قادة الحركات لما في بداية الحرب لما قالوا كانوا على حياد نتخذوا مظفة الحياد آآ نعم هو كان حياد آآ ممكن نسميه حياد إيجابي لأنهم كانوا عندهم أمل إنه يكون ووسطة لحل الأزمة آآ وفعلا سعوا يعني من قبل الحرب هم ساعين عشان يمنعوا الاحتكاك آآ بين الجيش والدعم السريع آآ لحد الساعة الأخيرة من آآ يوم آآ آآ الثلتاشر من يوم آآ من يوم آآ من يوم آآ أربعتاشر لحد الساعة الأخيرة وفي يوم الحرب كان فيه المهرج الجماعي العامل بين ريادة آآ قادة الحركات آآ دكتور جبريل والقايد من ناوي وآخرين آآ يعني هم كان دارين لعبوا دور إيجابي لقبل الحرب وبعد الحرب برضو كان عندهم أمل اتصل المتواصلين في اتصالات كان تنتهي مع نايته ومع ناعم على زي سنة وقبل الحرب طيب شي طبيعي إنك لما تكون دار تلعب دور الوسيط آآ من طيب ناعم لأنه تكون آآ على إحياتي طيب فقدوا الامل في آآ في الحماية بعد ذا شاهدوا إنو الحرب دي مش ما م مجرد حرب سياسية زي كم زي ما كانت الحروبة التانية حركة قرنغ وحركة العدل والمساواة وحركة مناء وغيرها من الحركات إن الحرب دي اتجاوزت القوات المسلحة واتجاوزت السياسيين وأصبحت حرب ضد المواطن يعني بدأ الانتحاقات بدأ بيدارفور بالتهجير القصر رأينا كيف كان يتم القتل على الهوية في الجنينة والتشريط ودفن الناس أحياء والحرق الغرى يعني انتهاكات في تقديري ما في عاقل يقدر ينتظر يعني لحد ما هم يقيف وشانتان يجعب دور المحايدة ودور الوسيط كان جرائم خلت الحركات دي طوال ينتقل من محطة من موقف الحياد إلى الوسيط من موقف الوسيط التعبير الصحيح هو وسيط مش حياد من موقف الوسيط له موقف داعم للقوات المسلحة دفاعا عن البلد في المقامة الأول ثم ثانيا دفاعا عن دارفور بعد ذلك انتظمت القوات المشتركة مع القوات المسلحة وتم توزيعها يعني من الحيادة اللي يمكن ما قاله محطة من القوات المشتركة من أول القوات الدخلة اللي زاع التي استنمت اللي زاع شاركت يعني هي صحيح الآن تستبسل في الفاشر لكن هي موجودة موجودة في أمدرمان موجودة في جزيرة كانت هذهها أدوار أدوار وللآن يعني بتقدم متغدم الصحو في جزيرة متحركة الجزيرة متغدم الصحو في أمدرمان موجود تستطيع بالعاوضة للسؤال نعم المسألة الاستنجاد نعم والي غربي دارفور نتحدث عن خميسة ببكر يعني. خميسة ببكر ما قدروا بيو. كان موقع الاتفاق الاتفاق الاطاري. وكان متحالف مع حمايةتي وما قحت. وما كان متوقع انه هيحصل له الحصل. لما ما شاكتمع بيوهم. هما شاكتمع بيوهم باعتبار انه هو واحد منهم. ما على خلاف معهم. صحيح. لكن اتعرض لغدر. لانه دل. لانه في اللحة صديق. الماليشة متعاملت مع خميسة ببكر باعتبار انه سياسي اه او والي او. لابدنا نتعامل معه بانه هو اه اعرقي. يسني. صحيح. القتل دي حصل. والجرائم كل اللي حصلت. على اساس اسني وقبله. هذا يعود الطريقة البشعة. ايوة دل 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 دل. لكن خميس اصلا سياسيا ما مختلف معهم. طيب. جمي. استاذ معتصم اعود اليك مجددا. يعني في السابق كانت توجد قوة من القوات المشتركة بنيالة كبل سقوطها. يعني لم تدافع هذه القوات المشتركة او ربما لم يكن الامر كما هو الان يحدث في الفاشر ربما في الدفاع عن نيالة. يعني ما الذي حدث حينها او ما هي الاحداث في ذلك التوقيت. اولا انا اريد ان اعود قليلا للسؤال السابق. نعم. لاني لم اكمل الاجابة بشكل كامل. بالنسبة لماذا تقاتل وتستبسل القوات المشتركة في الفاشر. يعني جميعنا شاهد ما حدث في الجنينة. نعم. وفي تلك الفترة كما اشار الاستاذ الطاهر ساتي. كانت الحركات المسلحة في موقع وساطة. تسعى الى اه. بين القوات المسلحة. ومليشي الدعم السري لاجات حل اسلمي لهذه المشكلة. وكانت تلك المساعي مستمرة الى اه يعني قررت القوة المشتركة ان 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 تخرج ان ان حيادها. نعم. لانه جرائم التي ارتكوت في الجنينة. مم. وجرائم التي ارتكوت في نيالة. وجرائم التي ارتكوت في زهريجي. اكدت بما يدع مجال بما لا يدع مجال الشكل القوة المشتركة ولكل الناس. ان مليشي الدعم السري لا تحارب حربا سياسيا. وانما تستهدف المواطن على اساس اثني وعرقي وجهوي. ولذلك اه مات اكثر من ثلاثين الف مواطن من المساعدين والقبائل الاخرى في مدينة الجنينة. اكي. وعلى فكرة السيد اه اه قميس ابكر ابض الله. والي غربي دارفور السابق. وكان يعني صديق اه صديق قوي جدا بالنسبة لقائد الدعم السري في في غرب دارفور. وقتل في في مقر قيادة الدعم السري في مكتب اه قائد قوات الدعم السري بغرب دارفور. جميعنا شاهد بعد اللقاء المباشر الذي تم بين اه خميس ابكر ابض الله وقناة الحدث تحرك خميس ابكر ابض الله الى مقر قيادة الدعم السري بالجنينة. ودخل في في مكتب الا قائد قوات الدعم السري. وقتل داخل مكتب قائد قوات الدعم السري. ما يؤكد أن خامس أباكر غدر به لأنه حتى قاية قوات الدعم السري كان من أصدق الأصدقاء له وكان يزوره في المنزل وكان في فترة من فترات يسكن معه في منزله ولذلك الجرائم التي رتكبتها الدعم السري في المدن التي ذكرتها وفي كتب وفي طويلة وفناتق متفرقة أكدت لحركات الكفاح المتسلح أن المليشي الدعم السري لا تسعى إلى تحقيق أي مكاسب سياسية وإنما تستهدف المواطن على أساس إرقيم مثل ما حدثت المواطنين في الجزيرة وفي الخرطوم وفي مناحي متفرقة من السودان أما بالنسبة للقوى المتسلحة التي كانت ترابط في مدينة نيالة هي كانت في تلك الفترة كانت الكفاح المتسلح كانت في حالة حيات لكن تلك القوى أيضا ساهمت في إجلاء القوات المسلحة التي كانت موجودة بالفرقة 17 أو الفرقة 16 ألا ما أعتقد نيالة في الفرقة 16 يعني لم تكن مكتوفة الأيدي وكانت أيضا تدافع المواطن حتى قررت قوات الشاب المسلحة في الفرقة 16 الانسحاب نتيجة لنفاذ الذخير وليس انهزاما شاركت القوى المشتركة أيضا في إجلاء هذه القوات حتى وفرت لها طريقا آمنا إلى أن خرجت من المدينة لكن القوات المسلحة حتى ذلك القوات المسلحة لم تكن في حالة قتال ضد المدينة الدعم السريو وإنما كانت في حالة وساطة وفي حالة حياة أيضا واحدة من أسباب الحياة في ذلك الوقت هو تأمين طرق الغاسة والمساعدات الإنسانية والتجارة بين ولايات دارفور وكردفان وباقي أنحاء سوران هناك قوافل تحميها القوات المشتركة من مدينة كوستي مرورا بأمروابا وبالأبيد والنهود حتى الفاشر وكان ذلك الطريق والطريق الوحيد الذي كان انتصل من خلال المساعدات وذلك القوات المسلحة كانت تأمل قوات حركات المسلحة أن تنتهي هذه الحرب بالحل الأسلمي ولما تأكدت هذه القوات أن هذه الحرب لا تنتهي سلما وأن هذه الحرب تستهدف كل الشعب السوراني كما شاهدنا في عرده وفي أرده وفي أمريكاته فاستفد إلى جانب الوطن والقوات المشتركة تقاتل تحت راية القوات المسلحة هذه يجب أن يعرفها الجميع أن هذه القوات لا تقاتل بشكل منفصل أو منعزل أو بعيد أو بدون تنسيق تقاتل تحت راية القوات المسلحة كل القوات المشتركة إذا كانت في الفاشر وإذا كانت في الجبهة الشمالية أو في جبهة الشرقية أو في جبهة الوسطى أو في جبهة الصارع كل هذه القوات تقاتل تحت راية قوات الشعب المسلحة وليست تحت راية القوى المشتركة وإن القوى المشتركة تعتبر كأنها سلاح داخل أسلحة القوات المسلحة مثل سلاح الطيران وسلاح الجو وسلاح المدرعات وهكذا فالقوات المشتركة أيضا دمني تشكل دموجي باتفاق جبل السلام السودان وهذا الاتفاق نفسه أن القوات المشتركة على فكرة تتكون من قوات حركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة السودانية وقوات الأمن والشرطة والدعم السريء أن ذاك فالقوة المشتركة أصلا هي موجودة دمن القرار بموجب اتفاق بموجب اتفاق وتم تنفيذ ليس فقط تشكلت الآن القوة المشتركة بدأت تتشكل قبل الحرب وهناك قوات نحن في حركات المسلحة السودانية يعني دمجنا 1800 مقاتل من قواتنا في قوات الشعب المسلحة دمن القوة المشتركة الموجودة حاليا الآن وكانت لنا قوات أيضا في نيالا في معاشكر دومين لنا قوة بحوالي 2000 مقاتل وهكذا فهي أن تقاتل تحت أباة قوات الشعب المسلحة وليست قوة منفصلة أو منهزلة بذاتها سأعود لك أسان طاهر أعود لك بعد هذه المحطة وهذه الإجابات حول سؤالي له وريد أن أسألك هل نستبسال القوات المشتركة الآن في الفاشر يعني علاقة جيوغرافية كما يقول الباحثون في هذا التخصص بسكان المنطقة أن هذا الأمر ليس له علاقة بهذا الأمر تحديدا يعني المسألة ما مسألة هي ما حرب بسرات لكن حرب بدفاعا أرض وعرض والإنسان أصلا لو ما دافع عن أرض وعرضه أما عنده قيمة القوات المشتركة والقوات المسلحة والميارم في الفاشر كل أهل الفاشر والمستنفرين كلهم الآن بدافعوا عن أرضهم وعرضهم هم شافوا المليشة دي عملت شنو في الجزيرة شافوا المليشة دي عملت شنو في الفرطوم شافوا المليشة دي عملت شنو في ضواحي كردفان يعني هالي منطقة استفادوا من تجربة نعم هم شافوا وما يعزني التجربة يستقرر. غير كده أنه الأصلا قبل كده باقوا معاسي قبل هذه الحرب يعني. الآن البغاة في الفاشر فيهم مواليد المعسكرات. معسكرات النازحين. ومعسكرات اللجوء. وفيهم نازة ربهم في معسكرات النازحين ومعسكرات اللجوء. المعسكرات اللي وداهم لهم منه. وهي دي نفس الماليشها دي ذات. وهي نفس القوات دي دخلتهم المعسكرات. إذن يعني زي ما يعني صحيح اللي بيقول لك انه العقل بيشوف في أقوه لكن هم شهوا في أنفسهم شي طبيعي انهم يستبسلوا بهذه الشجاعة وش اللي دار يقوله انه الفاشر غير الدفاع عن نفسها فاشر نجحت في انها توحد الويدان السوداني الحرب ما جاء دي دا في دار فور لكن الحرب دي بتختلف من الحرب السابقة الحرب السابقة خاضت يعني خاضوها ناس الفاشر براهم او ناس دار فور براهم صراحة الويدان السوداني ما كان بالتوحد وكان بالحساس ده نقول نكون واضحين الجنجوي ده لما نشتكب الجرائم في دار فور في المرحلة السابقة او في الاهد السابق هل في استنفار طلع في الغاليمة التانية شانت نعصرهم هل في دعم مجاليهم براهم يتحملوا المعاصر الحربي براهم خاضوا حروباتهم لكن الان الفاشر كل السودان بحارب معه بويدانه يعني الان الفاشر وحد يعني الويدان المشتركة الان وحدت الويدان السوداني الان يعدوا بقى زمان كانوا بيهتفوا الهدفة مغرور كل البلد لكن كان هدفة مجرد شعار سياسي لكن الان كل البلد الفاشر الان لما تنشي توقع الاطفال في البيت بتابعوا المشتركة زي كانوا بتابعوا الغواب في اي موقع تاني يعني الان ناس الجزيرة قلبهم في لغم انه ولايتهم محتلة واي اشي لكن بتابعوا الفاشر بيهتف كامل احساس كذلك ناس الخرطوم يلا دي الوحدة دي الوحدة اللي قالت مفقودة دي الويدانة اللي كان مفقودة الويدانة كان ممزق الويدانة السودانية الان الويدانة السودانية توحد دي واحدة من الحرب ما عندها ايجابيات لكن دي واحدة من ايجابيات الحرب دي انه الان اصبح الان كل السودان على قلب رجل واحد في المشتركة في الجيش في المستقرين هذا امر جاه طيب اعود اليك الان مجددا استاذ من التصميم حتى الان اكثر من 137 هجوما تم صدها في مدينة الفاشر السؤال الذي ربما بدأت الاجابة عليه في سؤالي الاول لك لماذا يصر الدعم السريع على سقوط الفاشر تحديدا لان الفاشر تمثل رمزية كبيرة جدا بالنسبة للأقيم على فكرة سقوط الفاشر يعني لمليشة الدعم السريع تحقيق مشروعه الاول انا اعتقد جازما ان مليشة الدعم السريع تسعى لتشكيل الحكومة ولتقسيم السودان الى شرق وغرب شرق السودان شرق النيل وغرب السودان غرب النيل من النيل الأبيض ونهر النيل وغربا الفاشر تمثل العمق الاستراتيجي لهذه المنطقة وكذلك الفاشر اذا سقطت تكون دانة السيطرة بالكامل لقوات الدعم السريع من حيث حتى القوات المشتركة تكون يعني لا تسقط الفاشر على فكرة الا اذا تم القضاء الكامل على سكان الفاشر والقوات المشتركة وهذا امر لن يتحقق البتة ولكن الدعم السريع اذا استطاعت ان تسقط الفاشر فانها استطاعت ان تحقق اولى مشروعاتها المتمثلة في تشكيل حكومة في الجزء الغربي من النيل ولذلك انا اعتقد ان القوات المشتركة يعني يعني صدت 138 هجوم على الفاشر رغم ان الامم المتحدة ممثلة في مجلس الامن الدولي اصدر القرار 2736 هذا القرار منع ميليشيا الدعم السريع من دخول الفاشر من هجوم الفاشر الا ان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي ظل سامتا ويغض الطرفة عن كل الجرائم التي ظلت هذه المليشيا ترتكبها في الفاشر باعتقادك لماذا استاذ مهتصم ظل هذا المجتمع الدولي ظل يسكب بأن المجتمع الدولي ممثلة في الامن الدولي اعلى سلطة دولية اصدر قرارا او تبنى مشروعا وهو القرار رغم 2736 نادى بموجب هذا القرار عدم الاعتداء للفاشر ومنع قوات مليشيا الدعم السريع من دخول الفاشر ومن مهاجمة الاعيان المدنية والمستشفيات وطالبت او طالبت بفتح المرات الانسانية الامنة وبفك الحسار الامن الفاشر الا ان مليشيا الدعم السريع لم تأبه بهذا القرار البتة ومع ذلك المجلس الامن الدولي لم يصدر اي قرار اخر ولم يندد مجلس الامن بجرائم مليشيا الدعم السريع المستمرة على مليجنة الفاشر وبهجومها الموثق على الاعيان المدنية كل مستشفيات مدينة الفاشر استهدفت بشكل يعني دقيق مستشفيات الفاشر كافة والمراكز السحية وكذلك الاعيان المدني الاخرى ومساكن المواتنين ليس ذلك فحسب حتى معسكرات النازحين في الفاشر معسكر زمزم معسكر السلام معسكر ابوجة كل هذه المعسكرات تعرضت الى قصف مدفع وتدوين بعيد المدى من ميليشيات الدعم السري الا ان المجتمع الدولي برغم وجود القرار القرار الفينس بلس تلاتين لم يندد البتة وظل المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي والامن المتحدة كذلك يناشد بفتح ممرات عابرة ممرات لدخول المساعدات الانسانية ونسى ان الفاشر نفسها تتعرض لهجوم يومي ومعه هل وراء هذا الامر اجندات هذا التجاهل الذي تتحدث عن لك ان تفسر ذلك اذا تبنى مجلس الامن الدولي قرارا منع بموجبه الهجوم على الفاشر منع بموجبه التعرض على الاعيان المدينية منع بموجبه حسار مدينة الفاشر ورغم هذا القرار الفاشر تتعرض الى هجوم يومي الفاشر محاصرة يوميا منذ ذلك القرار حتى الان الفاشر منع سكانها من خروج منها القرار طالب ايضا بالسمح للمواطنين بالتحرك كل هذه الاشياء يوهي ان المجتمع الدولي اما لا يولي حياة المواطن في الفاشر وفي السودان اه اعتبار واما المجتمع الدولي المتواطن جميل طيب هذه النقطة دعني انقلها الى الصحفي والمحلل السيطة الاستاذ طهير يعني كيف تنظر الى ما قاله استاذ معتصم والمطالبات التي قدمت ربما هناك الامة المتحدة والاتحاد الأوروبي في اكثر من مرة طالبوا الدعم السريع بالكف عن هجوم الفاشر لكن رغم ذلك لم يقف الدعم السريع وعلى الجانب الاخر ربما يرى كثير من الناس الجهود التي والتحركات التي يقوم بها قائد الدعم السريع محمد حمدان داقلو في ذهابه الى جنيف والى سويسرا ليحظى بالدعم الدولي لكن رغما عن ذلك ما زال صحيح من بداية الحرب بنرى انه معايير الكيل ما نسميه بالمجتمع الدولي في هذه القضية معايير قير عادلة يعني مثلا نبدأ بعد الحرب بأسابع مش وقعوا اتفاق جوبا جدة سوري اتفاق جدة طيب اتفاق جدة دا هو المدخل للسلام اول مدخل للسلام طيب من الذي يعطل اتفاق جدة تنفيذ اتفاق جدة ماليشيا اللي هي اتفاق جدة بنص بشكل واضح بنص على الخروج من العيان المدنية ومن منازل الناس طيب ماذا فعل المجتمع ما نسميه بالمجتمع الدولي للماليشيا لما طماطل او او رفض بتنفيذ اتفاق جدة اللي مالك على اي شي مش افتح مسار الجنب وقعنا يعني جدة دي كانت اه لعب عيال يعني دا بي بوريك انه المجتمع الدولي يعني بيكيل في القضايا كيف طيب عشرات يعني مئات الانتهاكات قبل قبل دارفور قبل الفاشر الجنينة قدام الناس يعني الجرائم اللي ارتكبت الدعم السري كانت بس مباشر يعني من الغباد قوات الدعم السري انها بتوسق جرائمها وبتنقلها للناس مباشر طلاحي فات سحل الوالي وقتل الاطفال والنساء ودفن الاحياء دي كلها موسغة المجتمع الدول عمل شو ما عمل حاجة الان في الفاشر يعني الدعم السري بدل بدل الفاشر باستداءة المستشفيات والمرافض الصحية التانية مرافض الصحية دي البداية كانت بداية القصف ما في الفرغة ولا في القوات المشتركة كانت في المستشفيات طيب المجتمع الدول عمل شو ولي حاجة طيب هو قرار وراء غرار كلام في حين انه الطلعة جوية واحدة لو اخطأت الهدف القيامة بتقوم ربما هادبي ايضا هذا بيحكس لك انه انا ماذا نقول انا ماذا نسمي يعني هو المجتمع الدول الذات ووصف قولنا ده مصطلح فطفات لكن في دول في دول للأسف مؤسرة في صناعة القرار الدولي حتى على مستوى مجلس الأمن احتلوا مستوى المجلس الأمن ماذا نقول في دول متحالفة مع الدعم السريع للأسف قدرت تؤثر في الدول اللي عندها تأثير على مجلس الأمن من هي هذه الدول كثيرة جدا الدول المتحالفة الامارات وحدة من الدول نعم المؤسرة جدا في الحال الامارات دي مؤسرة على امريكا مؤسرة على غير على بريطانيا على غيرها من الدول في مصالح تجارية بيناتهم نعم و recognized اصبحت الان القيم تشترا وتباع ما في الشعارات القربية اللي برفعها تجارية تؤثر على قرارات مجلس الأمن الدولي مش مش علي قرارات مجلس الأمن الدولي على دول مؤسرة في الغرارات تعتمجلس الأمن الدول هو مجلس الأمن الدولي ده ما ماذا ولا واحدة ما هي مجموعة دول نعم طيب لكن الامارات وغيرها من الدول اللي دعم و للدعم السريع بتأثر على على الدول دي. نعم. طيب. اه اش دل دلش هنكذر ما اقول لك انه العدالة العدالة الدولية دي عدالة عرجة. مهم. يعني ما ما في ما في الان. اه القضية دي مش في قضية ما في قضية السودان بس. حتى في قضية حتى في قضية اسرائيل دي. مهم. انا سوف اس البيل بتعمل في اسرائيل في اه في في غزة. غرارات ما يوهن استدانات. لكن في في النهاية اسرائيل شغالة شغالة. في حين انه اه لما الفلسطينيين دافوا عن نفسهم بيسمون اه 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 رابيين ومجرمين ومشارفة اه اه. وهم بالدافة. طيب. نفس الكل كاس. يعني الان الان نحن ما نراهن على الان نحن ريهاننا. اه انا في تقدير نقول ريهان وطني في المقام الله. انه لان ما ما ننتظر عدالة اه خارجية تجد حبل لنا العدالة في السودان ولا ننتظر جهة اجنابية تجد الدينة الديمغراطية ولا الحرية. نحن برانا كشعب السوداني كمقونات سودانية كحزاب سودانية لو ما انتبهنا براينا و براينا صلحنا مسارنا السياسي براينا حققنا عدالتنا براينا حققنا حريتنا و ديمقراطيتنا ما ننتظر براينا حققنا سلامنا يعني حتى السلام حتى السلام ان احنا دائرين لذاته ما تتوقع انه في دول عندها مصلح انك تكون في سلام ما تتوقع حاجة زي دي يعني دمنا استزاج انك تتوقع من دول انها تصنع لك سلامك انت سلامك اصنع وانت ما صنعت سلامك من انتصنع لك سلامك اشكد انها كقوة وطنية المفروض تنتبي وهي المفروض تبادر لأسف القوة السياسية كلها بما فيها حتى ما ليش فاستمعنا اخونا بما فيها عدل المساواة الان للأسف كلها الان بتنتظر الخارج بينتظره جدة بينتظره جنيه بينتظره غيره لكن هي ذاته هي وينها هما تبادر بوين هي هو ما قادر تبادر هو ما قادر تبادر تصنع سلامك هذا السؤال مهم نعم هذا المفروض السؤال السؤال طاهر يعني ربما الدورة الذي كنتم تريدون القيام به حسب ما وصفه استاذ طاهر في بداية هذه الحلقة كنتم تريدون ان تلعبوا دورة الوسيط في بداية هذا الحرب في هذه الحرب فاتخذتم موقف الحياة بين مليشيا الدعم السريع وبين الجيش وبين ثم الآن تقاتلون تحت راية القوات المسلحة لحماية الوطن طيب ألا يمكن أن تكون هناك جهود داخلية في السودان من قبل أطراف معينة إن كانت من الإدارات الأهلية لإيقاف الحرب في السودان خاصة وأنكم الآن يعني تؤكدون على أن هذه الجهود الدولية لا تخلو من الأجندات يعني مواصلة في الجهود الدولية والمساعي الوطنية المحلية يعني الجهود الدولية يعني كما أشار الأستاذ آآ الطاهر ساتي يعني الكفة الدولية كفة مايلا يعني إذا بس أخذنا آآ يعني دارفور على سبيل المسال هناك القرار خمسطاشر آآ ستة وخمسين آآ الف خمسون ستة وخمسين هذا القرار آآ حذر آآ دخول الأسلحة إلى العناصر غير الرسمية القوات الغير الرسمية في 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 الارفور وتم تعديل هذا القرار بالقرار خمسطاشر واحد champçek الف خمسون ستجين في ألفين وخمسة ممن هذا القرار منع آآ بشكل هذا القرار أيضا لجنة اسمها لجنة الخبر بالمجتمع الخبر القرار خمسطاشر آآ واحد تجين لجنة القبر مطلوب منها ترفع تقارير مستمرة عن مدى التزام الأطراف وتنفيذ القرار خمسطاشر ستة وخمسون والقرار خمسطاشر واحد هذا القرار انتهك بشكل صاريخ جدا الان في دارفور. هنالك مسيارات دخلت الى دارفور من اين? هنالك يعني اسلحة سواريخ كاتيوشة. هنالك اسلحة بعيدة المدى. الفاشرة الان تدون من مسافة خمسة كيلو متر من الفاشرة. تستخدم فيها سواريخ كاتيوشة سواريخ مختلفة بعيدة المدى. من اين اتت هذه السواريخ? القرار خمستاشر ستة وخمسين تمنع الدول. تمنع الدول كل دول العالم. من بيء وتزدير او الوساطة لوصول الاسلحة الخطيرة خاصة المدافع الثقيلة وغيرها الى دارفور. الى الاناصر غير الرسمية زي المليشي الدعم السريب هذه. لكن هذه الاسلحة ظلت تصل للفاشرة. القرار خمستاشر ستة وخمسين. القرار خمستاشر واحد الزين. القرار آآ آآ الفين وسببين بأي طريق تصل هذه الاسلحة الان? تصل. 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 تصل على شكل مساعدات مثلا. تصل. نعم نعم ممكن تصل في شكل مساعدات. تصل عبر دول الجوار بشكل عالمي. تصل عبر تشاد. تصل عبر افريقيا روسطة. وتصل عبر ليبيا. عبر دول كثيرة. عبر المعابر الرسمية عبر المعابر المعابر المعابر. الان انت تتحدث عن حرب. نعم. هذه مليشيا يعني تسيطر على بعد اجزاء الحدود. المناطق الحدودية التي سيطر عليها المليشيا. نعم. هذه الدول تدخل من خلالها الاسلحة على انها مساعدات انسانية. كلنا قرأنا تقرير نيويورك تايمز اه قبل ثلاثة او اربع ايام. التي يعني اه هذه الجريدة ذكرت ان هناك اه اه مواد غزائية مدعا في اه ممتار امدرس. وبعد التحقق منها تأكد انها هي اسلحة. وانها يعني اه اه معدات لوجستية للمليشيا. كم تقرير? تقرير سي ان ان. اه السودانية. طيب. هذه المساعدات دخلت باسم اي جهة? دخلت باسم باسمام مختلفة. انها مساعدات انسانية. انها محاولات في التقدير الاحمر الاماراتي على سبيل المثال. كانت يعني انشأت مستشفى. في امدرس او في واحدة من مراكب مسكرات النازحين. نعم. ولما سعى سعى منظمة السريبة الاحمر الدولي. من اه ارسلت فريق للتحقق من ما اذا هذا المستشفى يعني يستخدم لاغرات انسانية ويعالج فيها الناس ام فيها اشياء اخرى رفضت الهلال الاحمر الاماراتي السمح لهذه القوة من الوصول. حتى غادرت. هذا هذا ورد في التقرير. هناك عشرات تقرير. ليس هذا في حسب. تقرير لجنة القبرى. هذه اللجنة شكلها مجلس الامن الدولي بمجب القرار خمستاشر واحد تسعين. نعم. وهذه اللجنة في كل تقاريرها وهذه هي التقارير التي استرد عليها من دوبة سودان للأمم المتحدة السفيرة الحارث في شقة السودان ضد دولة الامارات العربية المتحدة. في كل التقارير اثبتت ان هناك اسلحة يعني دخلت السودان وان الامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول متوردة في هذه الاشياء. فهناك وهذا كل كل هذه الاشياء ينبغي على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي ان يتقص قرارا في هذا الامر. لانه عندما تصدر قرارا. نعم. وعندما تصدر الآن حتى الآن. هناك سبع قرارات. صدرت من مجلس الامن الدولي بمجيب دارفور. كلها فليتت حتى الآن. كلها سارت المفعول. كل القرارات سارت مفعول. هذه القرارات الآن منتهكة. نعم. لابنة القبرى قالت في تقريرها. نعم. هذه القرارات. مهم. انتهكت. واللجنة القيضرة سمت الاطراف التي انتحكت الا القرارات. واللجنة العقورة حبرت نهاقة. الانتهاكات لقرارات مجلس الامن الدولي اللتي صدرت بخصوص دارفور الا ان كل هاتي الاشياء يعني لم يولى اهتماما او تولى اهتماما بواسطة المجتمع الدولي المسمى او المجلس الامن الدولي الذي يمثل مجلس الامن لكن بالأولى للمبادرات الوطنية. انا اعتقد انه عندما تتحدث عن مبادرة تتحدث عن مبادرة عندما يكون هناك طرفان. مه. طرفان تقاتلان. مه. وتسأل للتوفيق بينهما. مه. الان مليشيا الدعم السري تقاتل في شعب السودان. تقاتل في الشعب السوداني بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموت. مه. مليشيا الدعم السري اكدت انها لا تلتزم باي اتفاقيات. مه. يعني هل تعتقد ان اتفاقا مثل اعلان جدة حداشر مايو الفين. نعم. و الفين وتلاتة وعشرين. هذا الاتفاق الذي نص على ان تخد مليشيا الدعم السري من الاعيان المدنية. ومن المنادل المواطنين. وان تسمح للمنظمات الاغاثية. والمساعدات الانسانية. من الوصول الى المحتاجين. هذا القرار او هذا الاعلان لم يتم الاتزام به البتة. كيف لجهتين لم تلتزم بقرار يعني شاركت فيه عدد كبير جدا من دول العالم ومثلة في المنطقة الامريكية. مه. ومملكة العربية السعودية. ودول التوريكة الاربعاء المعروفة. وغيرها. الا ان هذا القرار لم يرى النور. جمع. ماذا يا استاذ ياسين. اسمح لي. كيف كيف تتوقع. على عجاب. من المواطنين. او المواطنين. المنتحك. حقوق. حقوقهم. نعم. والادارة الاهلية التي هي اولى ضحايا هذه الحرب. مه. ان تكون وسيطة في حرب هي نفسها المستهدفة. صحيح. كيف يستقيم ذلك. اسمح لي. استاذ طاهر. اعود اليك. اريد ان اسألك صراحة حول يعني نقاط كثيرة ذكرها. استاذ معتصم يعني حول مسألة استخدام الممرات والمعابر بين دول الجوار لإيصال المساعدات الانسانية لتوصيل الاسلحة الى المريشيا المتمردة. واريد ان اسألك ايضا عن مسألة الخبر الذي جاءنا كبل عدة ايام عن هبوط طائرة في مطار نيالة والتي لم يتم يعني التصدي لها وقد هبطت ونحن لا نعلم تفاصيلها. ما سيحفظنا. هو للأسف لا يستخدمون الممرات والمسارات فقط. مه. يستخدمون حتى المساعدات ذاتها. نعم. لصالح المليشيا. يعني الان آآ آآ المليشيا دي الم المنتشرة في آآ مناطق في الجزيرة ومناطق في آآ في الخرطوم وغيرة. آآ يعني هذه المليشيا من آآ من آآ من آآ تعيش. الآن آآ ما في آآ المليشيا الان ما عندها يمدد. آآ يعني المليشي في الجزيرة دي ما عندها يمدد. أم. أول حاجة عمل for the المليشيا لما دخلها للكي الجزيرة. نعم. استولد على المخزون الاستراتيجي للأمم المتحدة. أم. اكبر مخزون للأمم المتحدة كان في ولاية الجزيرة. المليشة استولد على المخزون ده هو الحاجة. نعم. طيب بعد اه آآ في دارفور وفي غيرها كما زكر الاخ معتصم انه الان الماليشيا منتشرة في الحدود اللي هي بتجي عبر هالغاسة يعني هال يؤقل نحن هي ماليشيا بتسرق من بيوت الناس بتخلي مساعدات الوان المتحدة هي بتسرق بيوت الناس الان التكايا العملوها الناس المساكين والفغرة في اللحيات الان الدقيقة التكايا دي والتكايا دي والمؤدس والفول والزيت الماليشيا بتسرق فيها التكية الماليشيا بتسرق تكية بتخلي مساعدات انسانية تمر كل كل الكلام الشعارات المرفوعة للانسانية هي كلمات ايش هي يعني المنظمات النظمات دي نوعين هذا ما يصير تساول حول صدقها يعني الان تستخدم شعارات هذه المنظمات لإيصال المساعدات وزن تعيش هذاته في نفسها المنظمات دي ذاتها ما واحدة من الحرب الحرب دي ذات participar lutتعجر من تجار الحرب المنخذة هي المنظمات دي ذاتها بتعتاش بالعزمات دي المنظمات دي معروفة يمكن از ما تصير معارفتين يمكن تصرف اكتر من ستين سبعين في المائة من منصرفات المنظمات في منصرفات ادارية وفي نفسها المنظمات لما تشغلين تشغلا علام كثير رقاسة ومجاعة وغيرها هي بتستهدف نفسه أول شيء قبل المواطن هو صحي في معاناة وفي أي حاجة لكن ما المنظمات اللي بتسترق المواطنين طيب جميل هذا السؤال سأطرحه عليكم معا لكن سأبدأ بك أستاذ معتصم كيف تنظرون إلى ما دار ما بين الرئيس الأمريكي وفي الزايد أنهم يعني توصلوا إلى أنه لا يوجد حل لإنهاء الصراع في السودان أو لا يوجد حل عسكري على الأكل في السودان ويجب وقف إطلاق النار كيف تنظرون لهذا الأمريكي وهنا طبعا شيء طبيعي أن أخاطف الرئيس جو بايدن الحكومة السودانية وماليشيا الدعم السري بأنه لا توجد حلول عسكرية للنزاعات هذا مبدأ دولي وليس الطريقة الوحيدة للحل لكن مبدأ دولي أن الحلول العسكرية عادة هي غير صعبة التحقيق يعني ومسلمة الآن ساعة إسرائيل على مدى عام كامل تضرب في غزة في مساحة يعني تقل أن المدينة المدنية تقريبا بمرات على مدى عام كامل وحاولت أن تستأصل حماس من غزة لكنها فشلت والآن دارت الدائرة للبنان وحزب الله وغيرها فالحلول العسكرية في الواقع ليست كلها ناجعة ولكن أنا أعتقد أن الأمريكي جو بايدن مضغوط محليا لأن الانتخابات الأمريكية الأبواب وهناك ضغط من اللوبيات الأمريكية خاصة اللوبي اسمها البلاك كوكس أو تحالف الأفارق الأمريكان في داخل الحزبين الجمهوري والديموقراتي وتحالف السودان اسمه سودان كوكس هذه الجهات أصبحت تضغط وتقول أن الولايات المنطقة الأمريكية على مستوى إدارة بايدن يعني لا تولي اهتمام كبير بالسودان وتحديدا بإدار فور على مقارنة بالحرب في أوكرانيا والحرب في غزة ولأن الناخبين الأفارق الأمريكان يعني قليلا ما يصوتون إذا لم يجدون مشجعا لهم أو ليسهبوا لثناديك الإخترار ولذلك الختاب هذا كان معدد بشكل واضح لمخاطبة الرأي العام الأمريكي أكثر من مخاطبة مخاطبة السودان وكذلك لرفع الضغط على جو بايدن أن يتناول السودان في ختابه أمام الجميع العام والأمم المتحدة في الأيام القادمة قرأ الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لإصدار الختاب باسم الرئيس جو بايدن جو بايدن تناول في ختابه نفس الأشياء التي يمغى عليه أن يتناوله في ختابه أمام الجميع العام بالأمم المتحدة ولكن أنا أريد أن أعود في أجارة هذه النقطة أريد أن أعطي على الأن هذه الحلقة وقال القوية السياسية بما في ذلك العدو المساوية السودانية تقاتل الآن تقاتل بالسلاح عشان ينتصر الوطن يعني لا يوجد أعلى من ذلك طيب جميل طيب عند هذه النقطة كيف تنظر إلى تحليل أستاذ معتصم أن هذا الذي يعني تحدث عنه جو بايدن وبن زايد عن أنه لا يوجد حل للأزمة السودانية بشكل عسكري إلا عن طريق التفاوض ويجب إيقاف الحرب أنه لا علاقة له بما يحدث في السودان وأن هذا الأمر متعلق هي كلمة إنه ما في حل غير التفاوض أو ما في حل غير الحوار كلمة حق مراد بها أشياء أخرى هي صحيح لو فضل جندي واحد في النهاية في الدعام واحد متمرد واحد في النهاية حيجي بس الاتفاق يعني ما في حرب بتنهي تمرد كامل لكن إنت الاتفاق اللي إحنا دارينه شنو الآن للسؤال الموح حيقدر يجاوض عليه وحل الماليشيا لحاضنة السياسية ولا الحلفاء الماليشيا في فريق بين السلام والاستسلام الجهزة السودان دار السلام ولما دار السلام ما كان في الأسبوع الثالث من الحرب أو الرابع ما كان مشى جدة وتنازل ووقع اتفاق مع الماليشيا بالمناسبة جلوس القوات المسلحة مع الماليشيا في الماء ده ده في حد داته تنازل لأن ده في النهاية حركة متمردة حد دي حركة جدة دام السلام في يومنا قاد بحدة عسكرية وتمردت على القوات المسلحة وعلى الدولة وعلى الشعب قون الجيش يقعد معها داته تنازل طيب لو ما دار السلام ما كان مشى بعد طيب دارين السلام لكنها تنوع من السلام في فرق بين السلام والاستسلام الشعب السوداء دار السلام القوات السياسية دار السلام وقوات المسلحة دار السلام لكن ما دارين الاستسلام جميل دعني أختم هذه الحلقة كما بدأت بك أستاذ محتصم كيف تنظر إلى الزيارة التي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية وذهاب البرهان إلى الأمم المتحدة والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده كيف تنظرون إلى هذه الزيارة وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر أيضا في إطار العلاقات الخارجية للسودان وإكافة الحرب أنا أعتقد أن الرئيس الرئيس المرهان سيطالب المجتمع الدولي بتنفيذ مخرجات إعلان جد 11 2023 أنا أعتقد أن الرئيس المرهان سيقول للمجتمع الدولي أن الحكومة السودانية داعية سلام وأنها ليست داعية حرب وأنها لا تمانع من أنها تجلس في أي مائد التفاوض تفضي أو إلى حل سلمي لذلك ما التزمت الأطراف الأخرى بالمكان وبتنفيذ المخرجات جدا وأن المليشي يجب أن تخرج من الأعيان المدينية ومساكن المواطنين هذه الرسائل أتوقع أن نرفعها وكذلك أنا أتوقع أن تكون في كلمة السودان تكون في كلمة السودان الاتهامات التي وجهتها السودان إلى مجلس الأمن الدولي أمن إلى الإمارات العربية المتحدة بشعن دعمها لمليشي الدعم السودانية هذه الأشياء يجب أن تكون ضمن خطاب السيد الرئيس في خطابه لذلك ما نحن رفعنا شك ورسمي إلى مجلس الأمن الدولي علينا أن نقول ذلك أيضاً في جميع الأمن الأمم حتى يعرف العالم هذا التدخل السافر في شأن جميل تعني أنقل هذه النقطة مباشرة أستاذ طاهر كثيراً ما تحدثت الناس خاصة في فترة جينيف وهذا المؤتمر الذي لم يذهب إليه البرهام بأنه يتعنت وهذا سيضع الحكومة في دائرة الحكومات الدولية السودانية ذهبت إلى جداء في الأسابيع الأولى للحرب ووقعت اتفاق وهذا اتفاق جداء خطوة نحو السلام من الذي لم ينفذ اتفاق جداء دعم السريع لو المجتمع الدول ومجلس الأمن وأمريكا غيراً كلهم لو جادين فليلزموا أشان ما يقولوا الدعم السريع فليلزموا الأطراف الموقعة على اتفاق جداء بتنفيذها بما في القادة المسلحة لو عندها لو عليها التزامات تنفيذ اتفاق جد هي الخطوة الأولى نحو السلام لكن فتح مسار جديد وتحديداً مسار سياسي قبل انهاء الحرب فهذا غير مقبول سيعقد المشهد أكثر مما سيضيف الكاتب الصحفي والمحل السياسي الأستاذ الطاهر ساتي شكراً جزيلاً لك وليحضوري كمان اليوم في هذه الحلقة يمتد شكري لك أيضاً الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الأستاذ معتصم أحمد صالح شكراً لحضورك ولوقتك الثمين شكراً جزيلاً كما يمتد شكري لكم أنتم أيضاً مشاهدين متابعة هذه الحلقة من دائرة الحدث الفاشر استعصاءنا على عنف الماليشيا والمؤامرات الدولية نلتقكم بعون الله في حلقات من أخر لمناقشة مواضيع مختلفة بشأن ما يدور في السودان تحية وفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة